مرحبا بكم في هذا الوثائقي الرائع الذي سيأخذنا في رحلة عميقة إلى عالم الفيل هذا الحيوان الرائع الذي يحمل تاريخا طويلا من الحكايات والأسرار سنكتشف سويا جمال وحكمة هذا العملاق البري الفيل هذا الكائن العظيم الذي عاش في عدة قارات على مر العصور سنعود إلى الماضي لنتعرف على تطوره وكيف أصبح لديه دور كبير في تشكيل البيئة والثقافات حول العالم هناك أنواع مختلفة من الفيلة من الفيل الأفريقي إلى الفيل الآسيوي سنلقي نظرة على مواطنها الطبيعية المتنوعة وكيف تكون الفيلة عاملا رئيسيا في بناء التوازن البيئي الفيلة تعيش غالبا في قطعان تعرف باسم القطعان العائلية والتي تتألف من الإناث وصغارها الذكور قد يعيشون بمفردهم أو ينضمون إلى قطعان عند الحاجة غالبا ما يتم قيادة القطيع بواسطة أكبر وأكثر الإناث خبرة وتعرف باسم رئيسة القطيع والتي تأخذ دورا حاسما في توجيه الحركات وتحديد الطرق للبحث عن الموارد يتميز الفيل بتفاعلات اجتماعية قوية حيث يظهر التعاون والدعم المتبادل خلال الحياة اليومية يقدم الأفراد الدعم لبعضهم البعض خلال فترات الصيد والحماية من التهديدات يتغذى الفيل على نظام غذائي نباتي يتضمن الأعشاب والفواكه والأغصان والشجيرات يستهلكون كميات هائلة من الطعام يومياً لتلبية احتياجاتهم الغذائية الكبيرة يتميز الفيل بأنياب قوية يستخدمها الذكور والإناث للدفاع عن أنفسهم وعن القطيع كما يستخدمون الطين لتبريد أجسامهم وحمايتهم من الحشرات يستخدم الفيل وسائل متنوعة لتواصل بما في ذلك الأصوات والحركات الجسدية والروائح للتفاعل مع بعضهم البعض وتحديد الترتيب الاجتماعي حياة الفيل في البرية تعكس تنوعاً وتطوراً مدهشين وتفاعلات الاجتماعية والرعاية الأسرية تبرز قدرتهم على التكيف في بيئاتهم المتنوعة يعتبر الفيل من أكبر الحيوانات البرية على وجه الأرض يتراوح وزن الفيل الأفريقي بين أربع سبع وسبع أطنان بينما يتراوح وزن الفيل الآسيوي بين ثلاثة وخنسة أطنان يعتبر الفيل من الحيوانات ذات الذكاء العالي يظهرون قدرة على حل المشكلات وتذكر المواقع رغم قوة الفيل يواجه التحديات كبيرة في البرية تتضمن هذه التحديات فقدان الموطن الطبيعي بسبب التصحر والتصاعد البشري وكذلك التهديدات المتزايدة للصيد غير المشروع والاتجار بالعاج وفي ختام رحلتنا مع الفيل نتمنى أن تكون هذه الرحلة قد ألهمتكم وأعطتكم نظرة أعمق على حياة هذا العملاق الرائع الفيل ليس فقط كائناً برياً بل هو جزء من تراثنا الطبيعي وتنوعنا البيولوجي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر